اشتركوا في القناة في تعزيز ما تحقق من نتائج بتطبيق أحكام هذا القانون على مختلف الصعود وما يتعلق بخدمة المجتمع مثنيا على جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ذلك وموجها المجلس لمواصلة العمل لتحقيق ما يهدف إليه المرسوم بقانون من أهداف وغاية نبيلة بعدها أكد المجلس على أهمية المباحثات بين حضرة صاحب الجلالة الملك عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس نيكوس أنستياستس رئيس جمهورية قبرص الصديقة في تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وذلك في معرض الترحيب بزيارة فخامة رئيس جمهورية قبرص لمملكة البحرين وما تتضمنه من اتفاقيات تعزز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية أشهد مجلس الوزراء بدعم حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للمسيرة الديمقراطية الوطنية وتعزيز إسهامها نحو المزيد من التقدم والتنمية ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لإحامل جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية الشقيقة بشأن التعاون في مجال النفط والغاز والتي سستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النفط والغاز والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهما في هذا القطاع مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع قرار بشأن تنظيم الخدمات المالية المشتركة ثم استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن نتائج حملة تطبيق قرار حظر العمل فترة الظهيرة خلال فصل الصيف 2021 حيث أظهرت الحملات التفتيشية البالغ عددها 11342 حملة تفتيشية نسبة عالية من الالتزام في المنشآت بالقرار لهذا العام ما يدل على تنامي الحرص على الحفاظ على سلامة القوى العاملة ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية لأصحاب السعاد الوزراء بشأن تصنيف شركة مايكروسوفت لتسعي مدارس حكومية بحرينية كمدارس حاضنة لتكنولوجيا حيث أشهد المجلس بما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور في هذا المجال كما أخذ المجلس علما حول اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري في دورته العادية الـ 56 بعد المئة ونتائج الاجتماع الرابع والعشرين للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشاركة في أعمال الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي وحضور مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف بالمملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر